موسيقى عزا المشاهدين أهلا وسهلا بكم في الحدث الانتخابي بعد التكهنات عديدة للكتل السياسية بفوزها في انتخابات مجلس النواب وفق معطيات النتائج الأولية جاء حسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بإعلان النتائج النهائية لثلاث انتخابات نيابية تحدث في البلاد وحال إعلان النتائج تبايت مواقف الكتل السياسية حول المقاعد اللي حصلت عليها بين مشكل في عددها معتمد على النتائج التي أحصاها ممثله وبين موافق على النتائج وقد دعت مفوضية الانتخابات جميع الكيانات السياسية إلى قبول النتائج وتقديم الطعون بشكل قانوني دون تصعيد فيما أعلنت عن إلغاء 300 محطة انتخابية مؤكدة أيضا إحالة آلاف الموظفين للقضاء وهنا نتساءل هل ستقدم الكتل المشككة بنتائجها طعونا إلى المفوضية وما الأدلة التي تستند إليها لدعم تلك الطعون وما شكل التلاعب الذي تدعي الكتل حصوله في عملية العدد كل هذه الأبعاد سنتناولها في الحدث الانتخابي اليوم كونوا معنا في هذا الاستطلاع الذي أعده الزميل همام ماهر سريعا وباد إعلان النتائج الرسمية للانتخابات التشريعية بدأت الكتل السياسية تطرح خياراتها المفضلة للتحالف سيما وأن كل واحدة منها باتت تعلم ما تملكه من مقاعدة في مجلس النواب تمكنها من كتابة شروط الانضمام إلى الحكومة المقبلة أو البقاء في صفوف المعارضة يعني ستكون هناك تحالفات تختلف عن التحالفات السابقة فكل منها تحاول أن تظهر بصورة الأفضل وأن تكون حكومة أغلبية وكل منها لا تريد أن تكون هي بالمعارضة إذا لم تكن هناك حكومة أغلبية اليوم مرحلة التحالفات اليوم الكل الذي يشكل الحكومة على المرة السنوات السابقة هو التحالفات ما بعد الانتخابات هي التي تشكل الحكومة وليست نتائج الانتخابات على اعتبار ستكون هناك تحالفات من طرفين أو أكثر من طرفين وستشكل كتلة أكبر داخل ملجلس النواب وبالتالي ستطرح رئيس الوزراء وبما أن كل الكتل السياسية لم تتفق حتى الآن على مرشح توفقي لتسنم رئاسة الوزراء فقد توقع البعض أن تشهد روقة التفاوض نقاشات محتدمة قد تؤثر على قرب موعد إعلان الحكومة المقبلة تغيير بعض نقاط دستور ممكن يصير تحالفات أما على وضع هذا الدستور فصعوبة التحالفات وحتى لو كان أستاذ أكون تحالفات يعني صعوبة على الحكومة أن تخدم الشعب العراقي لأنه تلاحظ شون الشارع مزدحم بالمعانات مزدحم بالوضع العسكري أعتقد أن التحالفات ستختلف في الحكومة المقبلة باعتبار أن بعض كتل غير راضية على ممارسات السلطة التنفيذية السابقة ما يعني أنها ستتحالف مع كتل لتغيير تشكيلة الحكومة المقبلة وبكل الأحوال فإنما يراقب أشهر ضرورة تشكيل الحكومة بغض النظر عن المسميات سيما وإنما تشهده الساحتين السياسية والأمنية من معطيات قد أثرت سلبا على حياة المواطن لبرنامج الحدث الانتخابي هما ماهر الرشيد نرحب بظيفنا في البرنامج كل من النائب الدكتور صالح الحسناوي عن أتلاب دولة القانون وبليغ أبو كلل الناطق الرسمي باسم كتلة المواطن أهلا وسهلا بكم في بينامج الحدث الانتخابي وأبدأ بالنائب الصالح الحسناوي نشهد هذا اليوم عدم غضاء معظم الكتل على نتائج الانتخابات ألا تعتقد أن الشكاوي هذه المرة أكثر من كل مرة في الانتخابات السابقة؟ بسم الله الرحمن الرحيم شكرا لجنابج سيد حيفاء وأيضا شكر جزيل للأخ بليغ والسادة المشاهدين وبداية أن أهني الشعب العراقي بنجاح الانتخابات والشعب العراقي هو الفائز الحقيقي في هذه الانتخابات نحن نهنيك بالفوز ونهني شعب العراقي بهذه النتائج أيضا وأنا أعتقد أن كل الكتلة السياسية هي فائزة سوى حصدت مقاعد أم لم تحصد مقاعد مجرد مشاركتها في العملية السياسية وتطوير العملية الديمقراطية في العراق وهذا فوز بحد ذاته وخاصة أن نحن في بداية عملية الديمقراطية لم ينضي عليها سوى عدة سنوات ثقافة تقبل فوز الآخرين ما أردأ أقول ثقافة تقبل الخسارة ثقافة تقبل فوز الآخرين تترسخ مع العملية الديمقراطية وبمرور الزمن تترسخ ونشاهد في الديمقراطيات الراسخة من يهنئ هو الخاسر من يعلن خسارة هو يهن الفائز والخاسر لكن هذا اليوم شاهدنا لكل الشكك في عملية الانتخابات نتحدث بهذا الموضوع الحيوي اللي شاهدنا في وسائل الإعلام كلها نعم نجيش بعد هذه المقدمة فمن الطبيعي جدا في ديمقراطية ناشئة أن لا نتقبل فوز الآخرين ونبدأ نشكك في هذه النتائج وقسم من التشكيك مبني على أسس وقسم آخر مبني على جنب السياسية تتعلق بالمفاوضات المقبلة ما بعد إعلان النتائج وتصديقها فبالتالي هناك تشكيك من كتل سياسية ونحن أيضا دولة القانون في عام 2010 بعد أن حصدنا 89 مقعد أيضا شككنا في نتيجة الانتخابات لكن الطريق اللي سلكنا هو الطريق القانوني قدمنا طعونات إلى مفاوضية الانتخابات يعني الوقت هتقبلتوها بروح رياضية؟ يعني قدمنا طعونات بالشكل الرسمي إعلننا لدينا تحفظ وطالبنا بعادة العاد وفعلا تم عادة العاد وجاءت النتائج مطابقة وعندما جاءت النتائج مطابقة تقبلنا هذا الموضوع وانتهت القضية الآن من نشكك في نتائج الانتخابات ليس لديه إلا الطريق القانوني يقدم طعون وأنا حسب علمي كثير من الكتل السياسية يقدم الطعون وطعون قانونية والآن المفاوضية يعني في عمل مستمر دقوب لتدقيق هذه الطعونات وكجانب قضاء أيضا فبالنتيجة ننتظر ماذا تسفر عنه نتيجة هذه الطعون وإذا كان هناك تغير في المقاعد فنحن نرحب بماذا تقولها المفاوضية وهيئتها القضائية وإذا جاءت النتائج كما هي على الكتل السياسية كل الكتل السياسية أن تتقبل نتيجة الانتخابات وتنتقل إلى المرحلة الأخرى اللي هي مرحلة تشكيل حكومة لكن هذا اليوم يشاهد عدد كبير من الشكاوي يعني تختلف عن السابق عدد كبير من الشكاوي أولا بسبب كثرة الكتل السياسية والبعض تحدث أنه سيلجأ إلى القضاء الدولي أو المحاكم الدولية في هذا الأمر أولا هذا العجوز تدويل قضية انتخابات هي قضية محلية وهي قضية وطنية وعندما تحدث قضية وطنية علينا أن نسلك الطرق القانونية والقانون قانون الانتخابات حدد الطرق القانونية التي يجب أن تسلكها إلى كتل السياسية عملية تدويل هكذا قضايا هو تشكيك بالسيادة الوطنية تشكيك بالسيادة العراق يعني أنا أتحدث الساعة المستوى الشخصي أرفض هذا الموضوع رفضا قاطع أنواع تعتقد كل الكتل السياسية وكل من يؤمن بسيادة العراق وسيادة الدولة العراقية يرفض هذا الموضوع نعم داني أنتقل إلى السيد بليغ سيد بليغ هذا اليوم البعض يشكك في نتائج الانتخابات وأنتم أحد الكتل التي تكلمت عن بعض التزوير أو بعض الخروقات في المفوضية مفوضية الانتخابات دعونا نتحدث بهذا الموضوع وين الخروقات التي شاهدتها كتلة المواطن وأيضا هل يوجد فعلا خروقات في الانتخابات بسم الله الرحمن الرحيم أحيي الدكتور صالح وأبارك له فوزة وأحييك وأحيي مشاهدي قناة الرشيد بالنسبة لنا كأتلاف مواطن أعلننا بصريح العبارة سواء قبل ظهور النتائج أو بعد ظهور النتائج على أن لدينا طعونات قانونية وأوضحناها في مؤتمرنا الصحف الذي عقد أول البارحة وحددنا 12 نقطة من النقاط التي حصرناها وأجملناها وقلنا أن كثير من النقاط قدمناها إلى المفوضية في وقتها لكن للأسف المفوضية لم نتلقى منها ردا حاسما مع أن الأخوة في المفوضية ادعوا أننا لم نقدم إلا شكوه واحد وهو غير صحيح ولدينا أوراق وكتب رسمية وثقناها وعطيناها إلى المفوضية بشكل كامل مثل ما تفضلت اليوم ونحن نقول اليوم أن هناك شيء اسمه تزوير حاصل وهناك جريمة حاصلة لكن مثل ما نقول أن هناك قتيل موجود لكن نختلف في من قتل هذا الشخص من هو المتسبب في الضحية ولذلك نحن نقول أن نظن اليوم أن هناك جريمة للتزوير حصلت حجمها مقدارها كبرها نحن نظن ونعتقد أنها كبيرة لكن ربط هذه الأدلة بمن زور هذه ليست مهمتنا فقط هذه مهمة المفوضية ولدينا أدلة كثيرة على هذا الموضوع وبعض الإمارات والأدلة لا يجب أن تأخذ على فرديتها بمعنى عندما أجد أوراق مرمية لإتلاف المواطن خارج صناديق الاقتراع وآتي لأتحدث وأقول أنني ألغي محطة من المحطات القضية ليست متعلقة بالمحطة لكن أنا أريد أعرف مدى التضرر الذي صارتكم من خلال هذه النتائج الآن أصر القضية ليست متعلقة بالمحطة إنما نقول هذا منهج هناك شيء ممنهج متى وجدنا في كل انتخاباتنا والدكتور صالح أكثر مني خبرة متى وجدنا أوراق لكيان سياسي مرمية في الشوارع أوراق انتخابية صحيحة إذن هناك شيء ممنهج نحن نظن ونعتقد أننا كنا نتقدم بأكثر من هذه المقاعد من نسبة لنا حققنا نجاحا ساحقا وباهرا بمضاعفة عدد مقاعدنا 100% من 16 مقعد إلى 31 مقعد وهذا نصر كبير بحذاته لكتلة سياسية لم تشارك بالحكومة بتعدت عن مكان السلطة اهتمت ببناءها الداخلي لا تنتوقعاتكم كانت تعبر 45 نعم وهذا المعلومات الأولية الثقية كل الاستمارة 802 التي جاءتنا من المفوضية في العدو الفرز الأولي كانت تشير إلى تقدمنا إلى تجاوز الأربعين مقعد وكنا نتأمل كثيرا في هذا الموضوع وهي استمارات من المفوضية لكن بعد الاستمارة 804 بعد العمليات العدو الفرز الأولي الثاني التي صارت أصبحت نتائج كل يوم تتناقص لديه اليوم كان قبل قليل نقاشنا مع الدكتور صالح وهو مصيف فيما تفضل فيه قال 16 مقعد ورأى 16 صوت أو 50 صوت ربما تغير معادلة وتغير شخص اليوم البرنامج التالي سنتر إدخال البيانات لا يعلمه إلا شخصان فقط السيد مقدار الشريفي والأخت اللي تدخل البيانات كل أعضاء المفوضية لا يعرفون القانون يجيز لنا أن نعرف هذا البرنامج وأن نأخذه طالبناك منذ أشهر في بداية العمل وقلنا لهم وكل يوم يعدوننا السيد مقدار الشريفي البارحة يقول مجلس المفوضين لم يقبل بتسليم هذا البرنامج وهذا خطأ كبير أولا مجلس المفوضين ليس له أن يخالف القانون شفافية الانتخابات أنا أأخذ البرنامج وأدخل أصواتي في البرنامج من دون التلاعب في أصواتها هذا حساب إلي حتى أطمئن بشفافية الانتخابات هذا البرنامج ألف صوت يغير لنا مقعدين أو ثلاثة ويعرف الدكتور صالح هذا الموضوع ويعرف كل واحد متبحر في قانون نحن أكيد كان هاليوم ضيوفنا من المفوضية لكن انشغالهم ومؤتمر في أربيل أطل حضورهم إلى برنامج الحدث الانتخابي كان من المفروض يكون أحد من المفوضين موجودين حتى يرد على هذه التساؤلات وأيضا المواطن العراقي يعرف أن هذا الموضوع الخطير حول إدخال البيانات هذا البارحة اعترف السيد مقدار الشريفي على قناة الحرة معي كان اعترف أنه لم يسلم البرنامج في حينهم لم يسلم البرنامج قانونيا أم لم يسلم البرنامج لأن فيه خروقات انتخابية لا لم يسلم البرنامج للسوفتوير هذا برنامج نأخذه نحن ككتل سياسي عندما تعطينا المفوضية أصواتنا أن ندخله وفق ما تدخله المفوضية حتى يصير اطمئنان أن المفوضية تعمل بشفافية لم يسلمه لنا وبالتالي لا نعرف كيف تم إدخال البيانات وكيف تم خروج عدد المقاعد والألف صوت الألفين صوت اللي ممكن تأخذ من الكتل الصغيرة تغير معادلات كبيرة فتخيلي في محافظة واحدة يعني هنا تحدث الموضوع الموضوع اللي اتحدثت به اللي أنا افتهمت اللي اتحدثت به أنه المفوضية وبالتحديد السيد مقداد الشريفي هو من تلاعب في هذا الموضوع لا السيد مقداد الشريفي لم يسلمنا البرنامج فقط لم يسلم يعني ماكو اتهام الآن هو هذا بحد ذات اتهام لماذا لا تسلمنا البرنامج اتهام فقط لأن لم يسلم لكن لا يوجد تلاعب لا نعرف لأننا لا نعرف البرنامج حتى نقول هناك تلاعب أو لا نحن نحتاج أن المواطن أيضا يعرف الحقيقة اليوم أنت تسأل فقط أنه السيد مقداد الشريفي لم يسلم البرنامج لكن لا يوجد تلاعب سؤال المهم لا لا سؤال المهم مو أقول لا يوجد تلاعب أقول لا أستطيع معرفة هناك تلاعب أو لا لأن البرنامج مويمي من يجين البرنامج راح أعرف أكو تلاعب لو ماكو تلاعب ألف صوت عزيزتي ألف صوت في المحافظة يعطيني مقعد فرق فتصوري في دعش محافظة إذا أتلاعب بكل محافظة بألف صوت فقدنا مقعدا فصار دعش مقعد في بغداد عشرة آلاف صوت يخليه ينطين أو عشرين ألف صوت ينطيني دعش مقعد فمعناها تستطيع كتلة سياسية محددة بتلاعب بعشرين ألف صوت أن تكسب عشرين مقعد هذا خطورة البرنامج التي قلنا من البداية السلمونيا حتى نقعد إحنا وياكم أخوتنا الأعزاء نتناقش حتى تكون شفافية أما أنت تمنع عن البرنامج وتعطيه ونحن نظن أنه أعطالي جهة سياسية واحدة نعم خلي نتحدث مع الدكتور دكتور أريد أن أعرف أنطوكم البرنامج أنطو البرنامج لدولة القانون والله لحسب العلمي هذا البرنامج هو برنامج موجود بالمفوضية فقط واحد الأسباب اللي المفوضية رفضت أنا هم شخصيا أم كنت أتمنى أنه نعرف البرنامج حتى على الأقل إحنا أيضا كمرشحين كأشخاص لكن حدث سيد بليغ نقطة مهمة تحدث أنه فقط لدخل البيانات موظف وسيد مغداد الشريفي يعني هل هذا صحيح؟ نسمحي المفضلش فإحنا أيضا كان نتمنى أن يكون البرنامج عدنا لكن أنا حسب علمي إحنا أيضا مستلم للبرنامج وأعتقد المخاوف المخاوف هي مخاوف فنية هذا البرنامج بي بروسس وهاي البروسس ممكن أن أي تقني فاهم خبير بالخارج يدر يدخل عليها ويتلاعب بهذا البرنامج هذا خطورة البرنامج سيكوريتي مالتا لكن أنا سأضم صوتي للأخ بليغ استمارة 802 موجودة استمارة 804 موجودة إذا أكو فرق عن النتائج التي أعلنت هذا واضح القانون يجيز لك أنه تعترض وتعطي تقول للمحطة الفلانية المرقمة هل قد استمارة 802 عدي بيها 100 طلعت باستمارة 894 عندي 10 أصوات وأعتقد هذه القضية هي قضية الطعونات ومن حقيقة كتلة سياسية أن قدموا الطعونات الآن والمفوضية تعتمد استمارة 802 و 804 كأساس قبل ما تعتمد الإدخال الإلكتروني أنا ما أدافع عن المفوضية لكن أنا شخصيا باتصال أمس وليوم لأنه أنا أعتقد أيضا عندي أصوات كشخص كمرشح بالرغم من أني فائز فالمفوضية طلبوا مني أنه أقدم طعن إذا كان أكو فرق عدي بين استمارة 802 و 804 وأوثق المحطة ورقمها وأقدم الطعام بشكل قانوني لكن صرح السيد أمير الكناني أعلن عن استغرابه يعني هو مثل قيادي في التيار الصدري من بلغ نسبة التصويت في مناطق حزام بغداد وقضاء بغرب 90% مش إلى نسبة التصويت لدولة القانون يعني 80% يعني الاستغراب يعني هذه المنطقة مول دولة القانون هذا ما تحدث بسيد أمير الكناني في موتة وعي صحيح لازم تسألوه السيد أمير الكناني بس إذا تردين رأيي نحن ما نكون مكان الناخبين لا نضع نفسنا في مكان الناخب لا نتوقع كيف يفكر الناخب كنا تعرضنا في مناطق معينة كأشخاص وككتل سياسية كنا نعتقد أن نفوذ كبير بها بالنتيجة خسرناها خسرناها لزملائنا الكتل السياسية الأخرى من نفس الطيب لا نضع نفسنا نحن ما نعرف كيف يفكر الناس قد يفكرون أن هذه بادرة سلام من عدهم أن ينتخبون جهة أخرى نعم لكن نتحدث سيد أمير الكناني أنه منطقة مريقانة وأيضا منطقة تمثل طائفة معينة هي من الطائفة أو السنة نتحدث بكل صراحة وحصلت دولة القانون على 80% من الأصوات أولا لا أنا ولا أنت ولا سيد بليغ نعرف أن الأقبال كان 80% و90% سيد أمير الكناني قال 5% ما نعرف نصف التصويت إلى دولة القانون 80% إلى التيارة الصدري هل قد هم من نعرفها هذه أيضا من نعرفها نحن نعرف نتائج عامة أنا قلت من نعرفها هذه نتائج عامة يسأل السيد أمير الكناني أنه يقدم أدلة بها لكن أنا أعتقد الناخب مخير وما نقدر أطلاقا نفكر بالطريقة التي يفكر به الناخب لو كنا نعرف كيف يفكر الناخب لكان ما عندنا مشكلة أطلاقة نتائج نقعد وتجينا النتائج مثل مريض إحباط أكو من السياسين السنة أكو فتاوي صدرت من علماء دين سدن الحروم المشاركة بالانتخابات هذه كلها فجمهور معين قد يعزب جمهور آخر قد يفكر بطريقة أخرى وإحنا بالأكس أنا أصلا أشعر بالسعادة عندما في منطقة معينة يختلف طيفها تصوت لي كتلة سياسية من طيف آخر أنا أشعر بالسعادة وأتمنى أيضا المرحلة المقبلة أن خطابنا السياسي يكون بهذا الاتجاه أتمنى برلماننا القادم أن يكون خطابها السياسي وحكومتنا القادمة أن يكون خطابها السياسي بهذا الاتجاه خطاب المواطنة خطاب الوطن بدلا من خطاب هذا الشيع دعني أنتقل إلى السيد بليغ سيد بليغ تكلم الدكتور صالح الحسناوي قال أن الناخب العراقي علي أن يختار اللي يختاره يعني هذا اليوم مثل ما أفتهمت أنا من كلام الدكتور صالح الحسناوي أن المنطقات أبو غريب انتخبت دولة القانون عن قناة لا أنا ما أدري سيد أمير كناني قال يعني حتى لو انتخبوا بـ 80% لكن انتخبوها عن قناة لا هو الحقيقة اللي يتفضل به دكتور صالح في وضع طبيعي وفي وضع نورمال ممكن هذا الكلام صحيح أما في الوضع المتشنج اليوم مثل ما نريد نقول سيد أسامة النجيفي مثلا هل من الممكن أن يأخذ في مدينة الصدر أصوات عالية حتى لو صندوق واحد اليوم أحد الصناديق التي خرجت في منطقة أبو غريب واحد أحرار ثلاثة مواطن 17 متحدون 118 دولة قانون في منطقة أبو غريب الأبو غريب التي تعاني ما تعاني هذا كلام يجب أن نقف عنده ولذلك أقول هذه مؤشرات على منهجية شيء حصل وشيء حصل خطير اليوم نحن بنفس الوقت نجي إلى قضية اللي تفضلت بالناخب اليوم الناخب السنة إذا لدي ينتخب ينتخب شخص نعرف السيد المالكي هل ماذا تحدث وماذا فعل وتحدث عن الطيف في أبو غريب وفي الفلوج هل من المعقول أنه يتحدث عنهم بالسوء ليلة نهار يصوتون له وإذا أرادوا أن ينتقلوا من التصويت من السنة إلى الشيعة ينتقلون إلى المعتدلين اليوم خطاب كان السيد المالكي في حملته الانتخابية كان يركز على قضية الشيعة وتفصيلاتها فهل من المعقول في منطقة ساخنة نسبة الطائفية مرتفعة فيها يجي اليوم يصوت لشخص يعاديه بشكل كامل إذن خلينا نفهم هذه عملية ممنهجة وليست عملية سهلة نختارها من صندوق مثل قضية أوراق المواطن خارج الصناديق ومباثرة ومرمية نفس القضية التصويت في جو لكن هذا الكلام يعتمد على التحليل فقط لكن ما يعتمد على الدليل أقول ليس تحليل اليوم ما هو أكثر مصداق اليوم حضرتك لو قلنا السيد أسامة النجيفي حصل في مدينة الصدر أصوات أكثر من أصوات السيد المالكي والسيد مقتدى الصدر والسيد عمار الحكيم هل ممكن أن نقبل هذا الكلام؟ القضية منطقية حدث العاقل بما لا يليق فإن صدق فلا عقل له القضية منطقية اليوم إحنا هذه الأصوات هل من المعقول في الموصل مثلا أن يحصل السيد المالكي على أصوات أكثر من أسامة النجيفي؟ هل يجب أن لا نتجاوز؟ هل من الممكن السيد المالكي يحصل عند الأكراد صوت أكثر من مسؤول برزاني؟ لكن هذا المخوضية تجد دليل على هذا الكلام يعني دليل ملموس أقول بعض الهان قلت أن الجريمة حاصلة مثل واحد يروح للدكتور يقول له دكتور عندي جرح ينزف أو قلبي يوجعني يفحصي يقول له ما بيكشي يقول له يا بقلبي يوجعني عندي أذية بقلبي يقول له أقوم ما بيكشي بس هو يوجعني ما ينفي التحليل طلع ماكو شي وأنا متوجع ما ينفي أن القتيل موجود وأقول ماكو دليل على الجريمة الجريمة موجودة على كثير من الأدلة شنو الأدلة؟ فقلت لك عزيز أول شيء الأوراق هذه اللي تحدثنا عنها أقفال سرية خلينا نأخذها وحدة وحدة أول شيء الأوراق المرمية الصحيحة المصوت عليها والتي أعطينا نماذج منها المفوضة واعترفت بصحتها واعترف السيد المقداري الشريفي بأنه ألغى محطة من المحطات وقلنا هذا ليس موضوع محطة هذا موضوع يجب هذا اللي أعثرنا عليه اللي ما أعثرنا عليه شكيت هاي نقطة أقفال سرية مكسورة في محطات العدوى الفرز الأولي ومكسورة في محطات العدوى الفرز الثانوي وأقفال بورتقالب هذا خطر كبير هناك وجدناها سيدي عدنا موجود قلنا دقيقتين أكداس من الظروف الآمنة والاستمارات والأقفال السرية كدس هذا ما وجدناه رح نسألنا الأخوة الأعزاء في مركز العدوى الفرز خلينا نتقل بالاتصال إلى سيد صفاء الموسوي أهلا وسهلا بك سيد صفاء في بينامج الحدث الانتخابي أهلا وسهلا بك حياكم الله وحيا الله طيوبكم أتمنى تكون متابعنا فيما قاله السيد بليغ أبو كلل وملاحظاته حول النتائج الانتخابات لا والله مع الاعتذار يعني آسف لما أسمع ما قاله ضيوك أتحدث السيد أتحدث السيد بليغ أبو كلل على بعض الخروقات في الانتخابات وفي عدد من المراكز الانتخابية نعم نعم بسم الله الرحمن الرحيم في البداية نحييكم نحيي ضيوفكم مشاهديكم الكرام طبعا بالتأكيد المفوضية وضعت كافة السبل القانونية أمام الجميع من أجل تلافي أي حالة خطأ من خلال الشكاوى التي تقدم إلى المفوضية سواء كان في يوم الاقتراع القاض أم الاقتراع العام أم كانت في مراكز العد والفرز الفرعية وبالفعل وردتنا الكثير من الشكاوى على جناب فأي كيان سياسي قدم شكاوى إلى المفوضية تم تصنيفها والنظر بها في قبل مجلس المفوضين هذا حقيقة اللي كان فابت عندنا والمعلن واللي أعلننا دائما من خلال الأعداد اللي وردتنا والأعداد اللي حققنا بيها نعم لكن سيد صفات حدث السيد بليغ أبو كلل بموضوع مهم جدا أنه طالبوا المفوضية بموضوع البرنامج الإلكتروني يعني ليش ما تم تسليمهم هذا البرنامج ومن حق كل الكتل أنه تاخذ هذا البرنامج أريد نعرف من حقها لو ما من حقها نعم 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 أحنا أخت العزيزة أحنا بالنسبة أن كمفوضية اليوم أي إجراء أي طلب رسمي وردنا من الكيانات السياسية تم التعامل معها أنا طبعا أريد أذكر بحقيقة أساسية بأن المفوضية اليوم لا يوجد أي إجراء من إجراءاتها هو غير معلن على الملأ وغير يعني معروض أمام وكلاء الكيانات السياسية نحن المفوضية بأنفسنا قمنا بتسليم الكيانات السياسية استمارات النتائج 802 و 804 أي استمارات النتائج في المحطة العد الأول واستمارات النتائج في مركز الفرز والعد الفرعي لكن كان سؤال السيد بلير السيد بلير أنه يحتاجون البينامج اللي كثيرون دعيني فقط أكمل دعيني فقط أكمل دعيني أكمل حتى تصل الفكرة الاستمارة 204 هي الاستمارة المعتمدة في عملية الإدخال طبعا بالمناسبة بكل الكيانات من خلال ماكيناتها الانتخابية تم جمع الأرقام وبالتالي كانت النتائج مضابقة اليوم البرنامج اللي يتم الحديث عنه هو ليس أكثر من برنامج يقوم بتجميع هذه النتائج عملية إدخال النتائج في عملية تراكمية وبالتالي المفوضية أيضا حتى لو قتم لها طلب حتى لو قتم لها طلب تلاحي أستاذ أستاذ بليغ عنده سؤال وياك أستاذ صفا أتمنى تسمع السيد بليغ أبو كيل أستاذ صفا حياة الله عزيزنا أنا بس دعيني أكمل الفكرة رجاء يلا نتخلص الفكرة أكمل سأتوني سؤال محدد خلأكمل الفكرة إن شاء فالآن فقط البرنامج اتضح من خلال الكلام بأن البرنامج يقوم بعمية إدخال تراكمي لأرقام الاستمارة ثمانمية وأربعة فبالتالي حتى هذا البرنامج احنا قلنا الكيانات السياسية اللي تريد هذا البرنامج هذا حسب ما يعني إذا قدم طلب إلى المفوضية فإن المفوضية حتى هذا البرنامج بإمكانها أن تعطي للكيان السياسي حتى يطلع عليه أعتقد هذا الكلام احنا قلناه للكل هذا الكلام أنا حقيقة لا أعلم إن كان ضيفك الكريم قد قام بتقديمها احنا في مجلس المفوضين السيد مقدادي شريف رئيس الإدارة الانتخابية أنا حقيقة لا أعلم إن كان تم تقديم هذا الطلب أنا أعتقد أنه احنا سبق وأن قلنا الكيانات السياسية التي تقدم طلب حول أي موضوع الآن تقدم طلبات لأخذ الأقراط إذا تقدم طلبات لأخذ هذا الموضوع موضوع البرنامج أعتقد أن هذا أيضا هو حق مشروع وبإمكان أي كيان سياسي أن يطلع على البرنامج لأنه بالأساس ليست مشكلة يعني لكن سيد بليه عنده مداخل أو إياك سيد صفا نعم فضل سيدنا عزيزنا الغالي حياك الله أولا الله أحنا سبق أن قدمنا كأتلاف مواطن طلبا لحضراتكم بتسليمنا البرنامج اللي تقول عليه أنه ما بيشيه هو بكل الأشياء البارحة السيد مقداد الشريفي على قناة الحرة معي كان ضيفا وقال بنص العبارة قال أننا عرضنا الأمر على مجلس المفوضين وتم التصويت في مجلس المفوضين على رفض تسليم البرنامج للكتل السياسية وكلامك الآن يناقض كلامه في أنه لم نقدم طلبا بل قدمنا طلبا ولم يسلمنا السيد مقداد شريفي بل قال أنكم أنتم كمجلس مفوضين صوتتم بالرفض على هذا الأمر هاي أولا ثانيا البرنامج ليس تجميع البرنامج وبرنامج إدخال بيانات وإخراج نتائج بمعنى تحليل الأصوات وتحليل النتائج وبالتالي التغيير بالتالي التغيير في نتائج الانتخابات وليس برنامج تجميع وبرنامج تجميع وتحليل وتطبيق قانون سانت لوجو علي خليني اسمع عدد اتفضل استاذ صفاء لا 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 سيد الكريم أنا أتمنى هذا حقيقة أتمنى موضوع البرنامج إذا تتعرف عليه بشكل دقيق أن تتفضل للمفوضية حتى نشرح لك شنو مهمة البرنامج مهمة البرنامج يا أسر الكريم أنا أقول لك مهمة البرنامج هي عملية هناك عمليات إدخال استلام النتائج أولا ثم إدخال اي وإدخال بي ثم مرحلة ثالثة عملية التدقيق الالكتروني وهناك عدة عمليات لاحظة قضية توزيع وبالتالي هناك شيتات أكسل تخرج من البرنامج بالنتائج التي شنو بالنتائج التي اكتملت أما قضية توزيع المقاعد مو البرنامج يسويها هناك نظام خاص بتوزيع المقاعد نظام رقم 14 لسانت صاد المقبل المجلس المفوضين هو الذي يقوم يعتمد على نتائج هذا البرنامج هذا ما درجنا عليه في كل عملية انتخابية هي ليست مهمة البرنامج لكن سيد صفاء سيد صفاء ايضا اتكلم في حوانا انت ممكن اتويانا من البداية سيد بلي حول حزام بغداد يعني ايضا حزام بغداد الاصوات اللي ذهبت الى دولة القانون لا لا دقيقة انا ارجو ان تكون الآن صورة تضحف مهمة البرنامج شنو مهمة البرنامج يقوم بتجميع النتائج لكن توجيء المقاعد هاي من مهمة يظام توجيء المقاعد سيد صفاء جاوبنا على هذا السؤال تساؤلات من السيد بليغ حول حزام بغداد الاصوات التي ذهبت الى دولة القانون نسبة 80% يعني اخت العزيزة قضية حزام بغداد انا حقيقة ما ادري ان كانت مدى دقة هذه المعلومات يعني فلان صوت لمن وفلان صوت لمن هذه المسألة كما تعلمون ان الموضوع الاختراع هي السرية الاختراع يعني بالحقيقة ما يعني ما اعرف انه شلون يعني من يعترض احترامات لكل الاراء كيف نستدل على ان 80% قد صوتت للجهة الفلانية مثلا قسم من الناس اللي اعترضون في مدينة الموص اللي يقولون ان التصويت ذهب باستجاه الكتلة الفلانية كل جهة تؤشر على جهة اخرى احنا يجب ان نذكر بانه الاقتراع هناك صرية الاقتراع لا ندري من من صوت لمن هذا موضوع الموضوع سؤال سيد صفا حتى نستغل الوقت ايضا اتحدث عن تطابق استمارة 822 و 4 موضوع النتائج الانتخابات يعني اتحدث ان اختلاف كبير بينهم لا لا اهلا وسهلا احنا انا ذكرت احنا من خلال الشكاوى التي تقدم احنا مثلا هؤلاء هم موظفون ربما قد يخطأ في الجميع لكنه احنا من خلال متابعتنا اذا كان موجود هكذا خطأ وهذا الخطأ تم تدارك هذا على فرض وجود احنا اليوم اذا تتلمنا عن 56 الف محطة فاذا حصلت اخطاء في اعداد من المحطات بنسبة مئوية معقولة يعني احنا اليوم المفوضية نسبة الخطأ المتوقعة والمطبولة هي نسبة الاربعة بالمئة طبعا بالمناسبة ما وصلت الاربعة بالمئة يعني من لكن انتو الغيتهم 300 محطة سيستفى انتو الغيتهم 300 محطة هاي نسبة كبيرة لو قليلة هذا غير موضوع وهذا غير موضوع احنا كل موضوع هو حقيقة الحالة اللي 300 محطة من 250 الى 300 محطة هذه محطات عليها شكاوى حمراء حتى انها لم تلغى ابتداء حتى انه تم جلبها سواء كانت التي اتت من صلاح الدين ام من كركو تم جلبها الى المكتب الوطني هناك لجنة رفيع ارأسها سيد رئيس من جلس المقوضين تم النظر في هذه المحطات وتبين ان فيها خروقات كبيرة مفقود التقرير مع الجهاز التحقق مفقود جلد الناخبين الورق شكرا جزيلا لك وجدنا انه حالات تؤشر على ان هذه المحطات ارتكبت فيها خروقات كبيرة الوقت شكرا جزيلا لك واتمنى انه تكون حلقة خاصة للمفوضية حتى ايضا انسلط الاضواع على كل الانتخابات وما حدث من خروقات وايضا المحطات اللي عملت في جميع والموظفين اللي عملوا في جميع انحاء بغداد لان المفوضية ايضا احالة الاف الموظفين يمكن للقضاء نعم احنا اخت العزيز احنا على استعداد الاخوة الحزاء او اي سؤال يريدكم ان نجيب بكل شفافية على كل سؤال يريد نحطيكم التفاصيل الكاملة وهذا هو واجب نعم نعم شكرا جزيلا شكرا جزيلا انتقل الى السيد صالح الحسناوي دكتور صالح سمعت الكلام اللي اتحدث بسيد صفا هريد تعليقك حول هذا الموضوع والله بداية انا عندي تعليق على ما طرح الاخ سيد بليه اولا يعني جمع بين سلوك السيد المالكي اتجاه القاعدة وداعش وعمما على السنة في العراق وهذه قضية طبعا غير مقبولة السنة وشعب عراقي ناس يعني قاعدين ببيوتهم مسالمين مو معناته انه اكو حرب ضد القاعدة تقودها الدولة العراقية صح سيد الرئيس الوزراء هو القائد العام القوات المسلحة والرئيس التنفيذي لكنه تقودها الدولة العراقية والجيش مكمن من كل الطوائف والقرارات السياسية اللي تتعلق بحرب القاعدة هي ليست عراقية قرارات عالمية هذا ما يعني انه تقود حرب ضد القاعدة وداعش تستهدف السنة وهذا ما يعني انه السنة كلهم راح يأخذون موقف سل باتجاهك وتصير عدوهم لانه القاعدة وداعش قاعدين في مناطقهم يعني كنت اتمنى ان يكون الحديث بغير هذه الطريقة هذا واحد لكنه تحدث سيد بليخ حول انه عقلية الناخب العراقي بعدها عقلية قومية عرقية طائفية يعني في بعض المناطق هذا ما انا ابتهمت وفتهم المشاهد لا تعمم هذه الظواهر فانا يصبح هناك غيث في قلوبهم وسيصوتوا بالجهة المقابلة انا اللي اقوله انا اللي اقوله لا نعمم ظواهر الحرب على القاعدة لا تعمم على السنة لا 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 اقولي نفترض هناك مناطق سنية تضرب ايا كان لداعش وهناك ابرياء يسقطون وداعش تقتل وكلنا ضد داعش لكن هذا لا يولد معناها سيدفع الاهالي في تلك المنطقة وهم يضربون باي جسد الشباب ان كان الى التصوير للسيد المالك على هذا المنطقي السؤال السؤال اللي اجاوبك علي انه كثير من اهالي هذه المناطق يقاتلون داعش وقاعدة كلام دقيق ليس هناك اختلاع بس من فضلك مع الدولة يقاتلون ايضا ضمن الصحوات ارتباطهم اصبح ارتباط بالدولة همهم الوطني همهم الوطني هو الخلاص من داعش والقاعدة وارتباطهم بالدولة هذه اجواء جديدة قد تكون ما كانت متوفرة ما مختلف يعني وعي عد الناخب وعي عد الناخب انه يذهب الناخب في حزام بغداد وينتخذ دولة القانون اللي قضت على داعش فبالتالي قد يكون هذا جانب الجانب الثاني الحقيقي انا اعتقد يعني انه كتلة المواطن كان لديها ما كان انتخابية فعالة وعدهم اعتقد عشرات الالاف من المراقبين 35 ألف مراقب واحنا كنا شاهدنا يعني خلال ساعات من الانتخابات سيد عمار الحكيم في مؤتمر صحفي واعلن فوز كتلة المواطن وكانت مبكرة جدا بالنسبة للكل يعني احنا ما كنا ما اخذين اي نتيجة يعني حتى كمرشحين كانت مبكرة الكل اعتقد هذا الوضع اللي صار به المجلس الاعلى وكتلة المواطن هذا الخطاب اللي صدر في وقت مبكر خلاهم تحت الضغط نفسي تحت الضغط نفسي فبالتالي صارت حساسية مفرطة من نتائج الانتخابات انا ما اقول الطعون خطأ هذا جانب اخر انا دافسر ظاهرة خلاهم تحت الضغط نفسي وهذا الضغط النفسي اصبح شديد عليهم مع ظهور نتائج الانتخابات طبعا انت تقصد في هذا الضغط النفسي ايه من الضغط النفسي كتلة المواطن جمهور كتلة المواطن نعم اللي صلط على كتلة المواطن كو كتلة سياسية فبالنتيجة بمرور الوقت واتضاح نتائج الانتخابات هذا الضغط اللي موجود على كتلة المواطن نتيجة هذا المؤتمر المبكر اللي صار جعل كتلة المواطن تتحسس من نتائج الانتخابات طبعا بالتأكيد هناك اخطاء هؤلاء موظفين قسم منهم ما بدربين زين قسم منهم قرائبهم بالانتخابات قسم منهم أحزابهم بالانتخابات قسم منهم 80% صوتوا لدولة القانون قسم منهم لا سامح الله قد يكونوا قسم منهم والدليل أنه حالوا 3000 واحد إلى القضاء وأتمنى هذه اللي حالة القضاء تعلن نتائجها هذا هذه جريمته هذا هذه جريمته نحن نريد نشذب ونهذب العملية الديمقراطية 3 انتخابات في عمر ديمقراطية فهذا عملية مبكرة جدا نحن نزال في مرحلة الرضاعة بعد مواصل مرحلة الفطام اللي أريد أقوله خلي تكون طعوناتنا طعونات قانونية نعم أنا عندي استمارة 802 وعندي استمارة 804 إذا ما لقيت الاستمارة ما لقيت المحطة الفلانية ما موجودة ب 804 لهم المفوضية لا تحدث أن مراكز ما الطاب خد بي بعض المراكز يعني الاستمارة 402 هنا مدخل الطعون هنا مدخل الطعون أنا باعتقاد إذا 802 موجودة بيها 802 طبعا صادرة من المفوضية ممراقبة الكيان و 804 صادرة من المفوضية يجب أن تتطعبق إذا ما تطبقت هذا حق لكل كيان سياسي ولكل مرشح سيعتمدون 804 دكتور هي هاي المشكلة لا أبدا خلي أنتقل على أنا شخصيا لا أستسمحي للحظة إذا تسمحين وإذا ما تسمحين كيف أنا أمس باتصال على قضية خصني أنا كشخص النصيحة اللي من المفوضية 802 804 قد أكو فروقات بين الاستمارتين هذه حقك رح يكون بها خلي نسمع سيد بليغ أولا سيد بليغ أعرف عدكم اختلاف بين هاي الاستمارتين أولا الفضل بي سيد صالح الدكتور صالح الكلام دقيق احنا نقول أنه قضية الحارب هذه قضية منتهية لكن أن يتولى الجو لصالح من يشن الحارب هذا هو اللي نختلف عنه وهذه قضية وجدانية ليست قضية هذه نقطة النقطة الأخرى بنسبة لما والآن جاي ست هيفا ذا سمحت القضية الأخرى لعلان المبكر للأسف دكتور أنتم تفسروه بغير ما أعلن أولا قلنا نحن الفائز الأول ولم نقل نحن الكتلة الأكبر هناك فرق كبير الفائز الأول نحن الكتلة الكبيرة الوحيدة التي ضاعفت عدد مقاعدها مئة بالمئة فقال سمحت السيد وتعبير دقيق قال نحن الفائز الأول في الانتخابات وهذا كلام دقيق ولم نقل نحن الكتلة الأكبر بس في كل استطلاعاتنا نحن ناس واقعيين في كل استطلاعاتنا كنا نقول وأنا أتحدث شخصيا كنا نقول أن دولة القانون ستتقدم علينا في الانتخابات لم نكن نقول غير هذا الأسباب عدنا استطاعاتنا الرأي لا استطاعات أن المواطن العراقي يعني نعم ذهب إلى دولة القانون بقناعة لا بس سيذهب إلى دولة القانون ليس بهذا الفارق الكبير كل استطلاعات نحن طرقنا يا سيدة العزيزة خمسمائة ألف بافعوم العراق مليونين وخمسمائة ألف ناخب نحن طارقون لأبوابهم أكثر من مئة ألف اتصال سوينا هذا كل استطلاعات دولية تجينا كلها مؤشرات تقول خلاف ما حصل فلذلك ما قلنا في يوم الأيام أنه نحن حتى نجي نعترض نقول نعم لكن هذا اليوم تقدمت أيضا دولة القانون وستطاعاتكم كانت صحيحة لا تتقدم ليس بهذا الفارق هناك فارق بسيط عشر خمسة عشر مقعد هذا الفارق بيننا كل استطلاعات الرأي كل ما لدينا لكن مع ذلك نحن الآن في المعادلة لا ضعاف ولا نتشك نحن نقول لدينا حق نطالب به بهذه الواحد وثلاثين نكون أقوية أما استمارة 884 دكتور عزيزنا قانون المفوضية يقول إذا اختلفت استمارة 884 تقدم استمارة 804 سيد بليغ نهايته هذا الكلام أريد أن أعرف أنه بطاقتين الاستمارتين ما طابقت نعم في أغلب المحطات هذا الاستمارتين ما طابقت عطرهم خلي أشوف رأي متحدون ينظم إلنا عبر الاتصال النائبة وحدة الجمالية عن كتلة متحدون للإصلاح أهلا وسهلا بي سيادة النائب سيادة النائب هذا اليوم اتحدثنا حول نتائج الانتخابات وأيضا بعض الفروقات اللي حثت أثناء الانتخابات هل متحدون للإصلاح لديها اعتراض حول هذه النتائج؟ نعم بسم الله الرحمن الرحيم شكرا على الاستضافة بالتأكيد اليوم بعد أن اتجزنا مرحلة الانتخابات وهو كان عرص كبير انتخابي شارك بالجمهور العراقي لكن تفاجئنا لنتائج الانتخابات المفاجئة كبيرة لسنا طبعا واحدة كمتحدون نتفاجئ في هذا الأمر لما كثير من الكتل السياسية أيضا تفاجئت في هذا الأمر هناك خروقات كثيرة قد شابت العملية الانتخابية وهذه خروقات يعني مرسودة بأذلة وقرائن أثبتها البعض مثل كتلة الأحرار أو أثبتها حتى غرفة العمليات الموجودة لدى كتلة المستحدون أثبتنا هناك خروقات وقرائن بدليل أنه هناك بعض المحطات قد تم تزوير أو تزوير بعض النتائج لبعض المرشحين أو إضافة أصوات لمرشحين أو لكتلة معينة أو حذب أصوات من كتلة وتعطى لكتلة أخرى وكثير من أدلة رفعت إلى المفوضية المفوضية نفت بما هو خضراء وصفراء وحمراء لم تأخذ جميع التصوير على محمل سيادة النائب نحن سمعنا من بعض التصريحات أنكم تنون أن تشتكون في المحاكم الدولية حول نتائج الانتخابات هل هذا صحيح؟ أختي الغريب بالأمور يعني لو نرجع بالذاكرة قبل أربع سنوات بالألفين وعشرة إذا تذكرون عندما كانت العراقية هي الفائزة الأولى وخرجت بواحد تسعين مقعد تشار بوكتها رئيس الوزراء سيد المالكي قد اعترض على الأمر وطلب إعادة إعادة العدو الفرز يدويا وتم له الإجراء طبعا من قبل المفوضية وتم إعادة العدو الفرز اليوم كل الكتلة السياسية تطالت بإعادة عملية الانتخابات كتلة التلاف الوطنية نحن لا نقول عيد الانتخابات الأتبار أن الانتخابات قد تطرف لها مطالة طائلة ولا توجد ضمن إمكانيات الدولة إعادة الانتخابات لكن لدينا تحفظات كثيرة على هذه الانتخابات لكن نطالب إعادة العدو الفرز في بعض المراكز الانتخابية في بعض مناطق حزام بغداد التي يشافها كثير من الأزمات سيادة النائب سيادة النائب مثلما تطعنون بنتائج القوائم الأخرى هناك من يطعن بنتائجكم في نينوة مثل الحزب الديموقراطي الكردستاني لاتحدث أنه عنده أدلة يقدر أنه يثبتها هو الأول في نينوة هو الأمر يتحمل وجهين الأمر هذا يتحمل وجهين هناك مناتفات سياسية هناك من يعترض على دولة القانون في نتائجها بالانتخابات وبالتالي يطعن سواء كان صادق بالصعين أو غير صادق وهناك من يطعن بنتائج كتلة متحدون المتحدون يطعنون بنتائجها في نينوة فأما قادرها هو أو جهة المقارنة لها هي استحالف الكردستاني فأكيد تبعاً ولوقفان استحالف الكردستاني هم جايب أصوات أكثر من المتحدون إن كان المتحدون بطعنة لكن هذه الأمور لا تستطيع تعتمد عليها المفوضية المفوضية تعتمد على ما هو موجود بأدلة بوقاع و بقراءة موجودة لكن أريد عرف والناس تعرف سياسة النائب عدكم أدلة على الخروقات يعني عدكم أدلة اليوم تكلم السيد بليغ أبو كلل على أدلة لديهم أدلة حول هذا الموضوع لديكم أدلة أنتم متحدون للإصلاح بالتأكيد كل الكتل السياسية لديها غرفة عمليات تواكب العملية الانتخابية من أليفها إلى آيائها بالتأكيد لدينا قراءة ونطيج مثل على أحد الخروقات في دولة القانون اللي رصدناها ببغداد مثلا مجموع أصوات المرشحين هو 152 جدت بالاستمارة بالسيديات الضيفين ألف مقابل المئة واثنين وخمسين صارت 1152 ومنتجين تجمعين الأصوات 152 هذه في بغداد وتقدمناها للمفاوضية والفاوضية على ترفض منها هذا أمر خطأ لكن نحن نهيب بالمفاوضية أن تنفو منح حيادي في العملية الانتخابية وأن تكون فعلا مستقلة وأن تتعامل بحياديها مع كل الكتل السياسية نتمنى أن تكون مستقلة لأنها صنع البرلمان هذه المفاوضية المفاوضية مجلس المفاوضي هو من اختارهم البرلمان البرلمان 2010 نتمنى أن يكونوا حياديين نتمنى أن يكونوا على قدر المفاوضية لكن لدينا تحافظات كثيرة على عملهم ويجب عليهم أن يأخذوا جميع الشكاوي على محمل الجدوى أيضا يأخذوا بالشكاوي التي قدمت من كل الكتل السياسية في عادة العدو الفرن في بعض المرافل في بعض المناطق بغداد أو بقية المحافظات لدينا خروقات كثيرة أيضا في كاركوك الجبهة العربية لكاركوك لديها تحافظات كبيرة جدا في مسألة العدو الفرن يجب إعادة الانتخابات في كاركوك لكن سيادة النائب أيضا الشيخ حميد الهائس حميد الهائس في الأنباك يطعن بعمل المفاوضية وبالنتائج اللي حصلت عليها متحدون ويقول سيكون لنا رد حاسم أيضا هذا شنو مفسروا يعني هذا الحديث من سيد حميد الهائس من يطعن؟ السيد حميد الهائس في الأنباك خلي يطعن أختي أي شخص اليوم دخل العملية الانتخابية من حقه أنه يطعن أي مرشح أي كتلة سياسية من حقه أنه تطعن من حقه أنه تقول أكو خروقات لكن أكو أدلة وبراهين إذا عند أدلة وبراهين وقرائن ممكن أن يطعن ونخليه على راتنا بس خليه تتعامل بشيادية مع الكل مثل ما تتعامل ويا دولة القانون بمستوى عالي من المسؤولية يجب أن تتعامل مع كل الكتلة السياسية بمستوى عالي من المسؤولية أنا أقول لش خروقات في كل المحافظات صارت كل المحافظات صارت بيها خروقات في محافظة الأنبار تحديدا الألف صوت هم نفسهم الموظفين في موظفين المفوضية الألف صوت كانوا يبيعوا بـ 300 ألف دولار الألف صوت بـ 300 ألف دولار شير من المفوضية هاي وشير من هذه الانتخابات حتى الانتخابات التي صارت بخلين كردستان صارت انتخابات مجال في المحافظات ومجال في النواة بطفل اليوم شكرا صارت عمليان انتخابية نزيه وشفافة لا والله في كل محافظات العرق لم تكن نزيه وشفافة شكرا جزيلا إلى السيادة النائم شكرا جزيلا أنتقل بسؤالي إلى الدكتور صالح سمعت تحدثت سيدة نائبة وحدة جميلي حول بغداد والأيقام التي إضافت إلى بغداد يعني والله سيدة وحدة جميلي زميلتنا في البرلمان قالت كل المحافظات وكل المراكز كلها بيها تلاعب لكن في بغداد حدثت الأيقام يعني عندهم أدلة هي أزدلت الستار على حي العملية الانتخابية وبعدين أيضا قالت أنه 300 ألف دولار و100 ألف صوت هذه قضية اتهامات خطيرة هذه ما تنحجي إذا ما كدليا الرسمي ودليل دليل يعني دليل مادي ملموس طبعا أيضا إلها وجهة نظر ونحترم وجهة نظرها وقالت أنه نفس نفس التساؤل اللي حضرتك والأستاذ بليغ ذكره أنه جنوب بغداد وجنوب بغداد وسبقا نشرنا نحن إلى هذه القضية يعني راح أعيد نفس الكلام اللي قلتها سابقا أنا أرجع وأقول سلوك الطرق القانونية أكو طرق قانونية يجب أن نسلكها بعد أن تمتهي بعد أن تمتهي الفترة القانونية وتصادق نتائج الانتخابات على كل الكتل السياسية والكل فائزة الحقيقة كل الكتل السياسية فائزة دولة القانون آخر استطلع الـ NDI كان يتوقع له بحدود المية وهذا الكتل السياسية استلمت فقط الـ NDI لا أتكلم عنه المجلس الأعلى باختصار حاضر مجلس الأعلى ضعفت عدد أصوات التيار الصدري ممتنين ومرتاحين جدا لهذه النتيجة كان يتوقعون أقل من هذه الأصوات كل الكتل السياسية تقريباً لكن كانوا معترضين أيضاً في مؤتمرات المصادر أنا ذا أتحدث عن قناعاتهم بإنجازهم كل الكتل السياسية توفقت وهذه العملية الديمقراطية نعم نقع في أخطاء عملية تحبو في بدايتها نقع في أخطاء علينا أن نشذب ونهذب هذه العملية الديمقراطية يوم بعد يوم وإن شاء الله تمر هذه المرحلة وبعد سبوعين ثلاثة ينتقل خطابنا إلى خطاب وطني لتشكيل حكومة ممكن أن تخدم أبناء شعب العرب شكراً جزيلاً وأكيد باب المفوضية مفتوح لكل الكتل السياسية التي تستند إلى دليل ونتمنى أن الله يوفق كل الفائزين لخدمة أبناء شعبنا في الختام الحي ضيوفنا النائب الدكتور صالح الحسناوي صالح الحسناوي عن ائتلاف دولة القانون والسيد بليغ أبو كلل الناطق الرسمي باسم كتلة المواطن وأيضاً عبر الاتصال كل من الناطق باسم المفوضية وأيضاً النائبة وحدة الجمالي وأنتم عزائي المشاهدين إلى اللقاء